مشاهدين أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر فجأة أفصح السودان عن موقفه النهائي بشأن ملف سد النهضة بعد صفقة عقدها مع الجانب الإثوبي ولكن مجلس السيادة السوداني في حديثه عن نتائج مباحثاته مع أديس أبابا لم يشير إلى دور مصر فإلى أي وجهة تسير الخرطوم هذا ما سنعرف في هذا التقرير معي أنا محمد البحراوي أبرمنا اتفاقا مع إثيوبيا على معالجة ملفي سد النهضة والحدود سلميا وإلى تلك النتيجة انتهت المباحثات السودانية الإثيوبية التي استمرت شهورا بشأن الملفين الشائكين بين البلدين حيث ظلت الخرطوم في حالة تربص طال أمدها بشأن المخاطر التي يمثلها السد الإثيوبي عليها مخاوف الخرطوم الذي قد يحتوي الاتفاق السوداني الإثيوبي بعضا منها تتعلق أولا بالسلامة الإنشائية لسد النهضة لأنه حال انهياره سيكون صد الرسوليس هو أول صد سينهار مما يهدد السودان بسيناريو يصعب تداركه أثاره السلبية مستقبلا والخبراء يؤكدون أيضا أن تراقم الطمي حول خزان صد النهضة ربما يقلل عمره الافتراضي بناء على تحليل علمي مفاده أن تناقض المخزون المائي وزيادة الضغط خلف السد قد يتسبب في حالة عدم توازن وتراجع السعة التخزينية للسد بمعدل مليار متر مكعب كل خمسة عوام وأمام مستوى البنية التحتية في السودان ربما تكون مناطق سودانية بأكملها عرضة لخطر جارف حال حدوث فيضانات عارمة لن تمنع السدود خطرها لذلك يرى مجلس السيادة السوداني أن الخرطوم من حقها أن تتخذ الإجراءات السياسية المناسبة للوصول إلى صيغة مناسبة بشأن سد النهضة من ناحية وملف الحدود مع إثيوبيا من ناحية أخرى وما إعلان مجلس السيادة في السودان عن اتفاق مع إثيوبيا على معالجة ملف فيسد النهضة والحدود لسيما سلميا لازال السؤال مطروحا بشأن موقف السودان في التنسيق مع مصر في تلك القضية خصوصا وأنها الدولة الثانية من دول المصابة التي تؤكد من حين لآخر لكائزها القانونية في الدفاع عن حقوقها التاريخية في نهر النيل بكافة السويل المتاحة وسبقا لمحة القاهرة إلى حقها في استخدام القوة إذا اضطرتها الظروف إلى ذلك دون أن تشير بشكل مباشر إلى إثيوبيا والخبراء يؤكدون أن المفاوضات بين الخرطوم وأديس أبابا وإن لم تشهد حضورا ظاهرة للقاهرة إلا أن التنسيق المتبادل بين مصر والسودان بشأن سد النهضة بوصفهما دولتين مصاب لا يزال التنسيق بينهما قائما على المستويات كافة لما تشكله الحقوق التاريخية في ماء النيل للبلدين بوصفها قضية ذات أولوية قصوى لا تقبل تقديم تنازلات قصوصا وأن القاهرة أظهرت مرارا دلائل تؤكد حسن نيتها في السعي لتأكيد حقوقها في مياه النهر مسؤولون سودانيون ذو صلة بالمفاوضات الأخيرة بين الخرطوم وأديس أبابا يؤكدون أيضا أن الجانب السوداني أعرب عن استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تجري في سياق التعاون المتبادل بين البلدين وحتى الآن لم يصدر عن الخارجية المصرية أو المسؤولين في القاهرة أي تعليق على الاتفاق الذي أبرم بين السودان وإثيوبية لكن الجانب المصري يشدد مرارا على تصدير الحلول السلمية بسيما لا أي نزاع وطالما أكدت القاهرة على أن اللجوء إلى القوة يظل الخيار الأخير لحسم أي نزاع على أن يكون بعد انسداد الطرق الدبلوماسية والحلول السلمية وتتوالى الاتفاقات ذات الصلة بحقوق مصر والسودان التاريخية في نهر النيل ولسان حال الدولة المصرية حكومة وشعبا يقول أنا تاج العلاء في مفرق الشرقي ودراته فرائد عقدي أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يقدر وردي شاهدين كان هذا نهاية البث شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر